إنه عرفات وما أدراك ما يوم عرفات يوم تفطرت فيه القلوب لرب البريات ما طلعت الشمس على يوم أفضل عند الله من يوم عرفة أخي ما أخي إذا طلعت عليك شمس ذلك اليوم فنادي النفس نداء صادقا هو يوم واحد وقد كان من لطف الله وتيسيره أن جعل الموقف بعد الزوال سويعات فاحتسب عند الله تبارك وتعالى فيها بالدعوات وادخل إلى عرفات بقلب منكسر لرب البريات وعصب من سنن النبي صلى الله عليه وسلم ما بين لك حتى إذا انتهيت من صلاتك وسمعت المواعد التي ينبغي لكل مؤمن بالله واليوم الآخر أن يترسم نهجها وأن يسير على سبيلها حتى إذا قضيت ذلك كله سرت إلى الموقف سرت بذلك القلب منكسر إلى الله تبارك وتعالى سرت وأنت تتذكر ذنوبا بينك وبين الله والله يسير العبد إلى الموقف والخطى ثقيلة يسير إلى الموقف بخطا ثقيلة حينما يتذكر الذنوب فيما بينهم وبين الله يسير وهو ينكسر إلى العلي الكبير يسير وهو يحس من نفسه أن الذنوب تأرقه وأن الخطايا تحطه وتهده حتى إذا صار إلى موقفه ووقف بين يدي الله تبارك وتعالى نسي الدنيا وما فيها نسي الدنيا وما فيها وأقبل على الله يناجيه ويناديه بين لوعتين لوعة الماضي ولوعة المستقبل أما الماضي فبينه وبين الله حدودا طالما جاوزها ومحارم طالما أصابها وبينه وبين الله حدودا لعباده أصابها وحقوقا لخلقه ضيئها فإذا صار العبد إلى ذلك الموقف يصير بذلك القلب الخاشع الذليل ويا لله ما أعظمه من موقف لو أن الإنسان استشعر تلك الساعة المباركة التي يدن الله عز وجل فيها دنوا يليق بجلاله وعظمته يدنوا دنوا يليق بجلاله وعظمته لأهل الموقف ويقول لملائكته ما أراد هؤلاء ما أراد هؤلاء يقول بعض العلماء استفهام إجلال وإعظام وإكبار أي أي شيء أراد هؤلاء يدل على أن الله سيصيبهم من رحمته ورضوانه بما لم يخطر على بات ماذا أراد هؤلاء أينسى الله تبارك وتعالى وما كان ربك نسيا تلك الخطى التي قدمت بها عليه أينسى إذ تغبر الخطى إليه أينسى الشعث والشعث الذي تقربت به إليه حتى إن الإمام أحمد رحمه الله سئل هل ينظر الحاج في المرآة قال إن كان ينظر من أجل إصلاح شعرة فلا حتى لا يذهب شعثه يقول بعض العلماء إن الله تعالى يباهي بشعث الإنسان وغبره ولذلك استحب العلماء إذا كان الإنسان له إزار فاتسخ أو أصابه شيء من القدر أن يقف به حتى يكون أبلغ في الذل لله عز وجل حتى يكون أبلغ في التجرد من الدنيا حتى يكون أبلغ في أنه يحس بالآخرة وأنه والله ما قدم لكي يتعالى على عباد الله ولكن ليذل لله وجل الله حق والله للعبد أن يتذلل وحق له أن ينكسر تبارك الله وجل الله أعظم ما فاهت به الأفواه سبحان من ذلت له العشراف أكرم من يرجع ومن يخاف وإذا لم يذل العبد لربه فلمن يذل ثم ارمي بطرفك إلى هذه الأمم التي اجتمعت على عرفات ذابت أنسابه وذهبت أحسابه وأصبحوا لا تستطيع أن تفرق بين الغني والفقير لا تستطيع أن تميز بين الجليل والحقير أكف إلى الله رافعة وعيون من خشيته دامعة وقلوب وأثئدة لجلاله منكسرة كم فيها من مظاهر تراهم وكأنهم على صفة رجل واحد ولكن بين بعضهم بعضا من الفضل والدرجات كما بين السماء والأرض بماذا بالقلوب وقفوا في تلك المواقف وقلوبهم متباينة في الإجلال والإعظام والانكسار والذكر للعظيم القهار لذلك يوم عرفة يوم مشهود ويوم يذكرك هذا اليوم يذكر بالموقف بين يدي الله عز وجل ولذلك إذا وقف العبد بعرفات ونظر إلى تلك البريات ونظر إلى تلك الأصوات والصيحات فسبحان من علم لغاتها وسبحان من ميز ألفاظها وسبحان من قضى حوائجها لا يخفى عليه صوت ولا تعجزه حاجة أحد فرض صمت صمت لا يعيه سؤال سائل لذلك أحبتي في الله النظر في حال يوم عرفة يذكر بالله تبارك وتعالى وقف بعض السلف مع بعض الخلفاء فجاءت صاعقة والناس وقوف بعرفة ففزع الناس فزعا شديدا وفزع الخليفة سليمان رحمه الله فزعا شديدا من تلك الصاعقة فقال له عمر يا أمير المؤمنين هذه بين يدي رحمته فكيف بالتي بين يدي عذابه إذا كان هذا والناس ينتظرون المطر وهم وقوف بين يدي الله يرجون رحمته فكيف إذا وقفوا بعرصات يوم القيامة وكما ثبت في الخبر يقول لقد غضب الله في هذا اليوم غضبا لم يغضب قبله قط لم يغضب مثله قط وهذا يدل على عظيم الموقف بين يدي الله تبارك وتعالى اللهم سلمنا من ذلك الموقف اللهم سلمنا منه بعظمتك يا عظيم ورحمتك يا رحيم أحبتي في الله يوم عرفه وما يوم عرفه كل من حولك يحرك وجدانك كل من حولك يحرك إحساسك إن كان القلب قاسيا والله يصير خاشعا تسمع هذا يبتي وهذا يشتكي وهذا يشدي فتقول سبحان الله من لهذه الحاجات سوى الله من لهذه الدعوات غير الله جاءوا إليه من بلاد بعيدة وقطعوها في أزمنة مديدة جاءوا بهموم لا يفرجها سواه وكربات لا ينفسها أحد عداه جاءوا وكلهم يقين في أنه ليس لحاجتهم أحد غيره وحق لهم ذلك لذلك أحبتي في الله وما هي إلا لحظات حتى يشاء الله عز وجل للعبد فينقضي موقفه وتغيب عليه شمسه ويأذن الله لأهل ذلك الموقف بالانصراف وتأتي تلك الساعة العصيبة والله إنها لمن أمر الساعات في الحد وأعظم ساعة في الحد يتألم الإنسان فيها ساعة الانصراف من عرفة ساعة الانصراف من عرفة لا يدري هل الله عز وجل قبل دعوته أم لم يقبلها لا يدري هل أجاب الله سؤاله أم لم يجبه لا يدري أمرحوما أم محروما لا يدري أيعطيه أم يحرمه فلذلك يبلغ بالإنسان من الشجاة والأسى ما لا يعلمه إلا الله أعفيض ربي فهل أنت راضن عني أم نستراضن عني يناديه بقلب متقطع منفطر رباه إن لم ترضى عني فارضى عني قبل أن أفارق موقفي يناديه بحسرة يناديه بقلب متقطع شوقا إلى رحمة الله حتى لا يكون محروما من عفو الله وفضل الله لذلك أحبتي في الله ساعة مؤلمة ساعة تهز وجدان المؤمن حينما يتذكر أنه ينصر من ذلك الموقف ولذلك كان بعض السلم إذا حضرت ساعة النفر من عرفة والدفع منها يشتد بكاؤه ويعظم تضرعه إلى الله تبارك وتعالى وقال بعضهم والله لو نادى مناد الله في أهل هذا الموقف لهم قد غفرت إلا واحدا لعددت نفسي ذلك الرجل حتى إذا سرت بين الشعاب وسرت بين تلك الوهاد فلا إله إلا الله كم يصير عليها عبد كيوم ولدته أمه من ذنوبه لا إله إلا الله يدفعون من عرفات دخلوها مثقلين يخرجون منها من الثنوب والخطايا مغسولين ما أعظموا من ذلك جمعة في الحجة جمعة في الحجة لا إله إلا الله جمعة في الحجة نفس النافع يسيرون بين تلك الشعاب يسيرون بين تلك الأودية كيوم ولدتهم مغاتهم ما نظر الله إلى سيئات النظر ما نظر الله إلى ما بيه ما نظر الله ما نظر الله إلى ما بيه ولا آمله يسيرون بين تلك الشعاب يسيرون من الذنوب كيوم ولدتهم أمهاتهم مغسولين مطهرين مرحومين فيا لله كم دعوة كتب لصاحبها سعادة لا يشقى بعدها أبدا ويا لله كم دعوة كتب لصاحبها رحمة لا يعذب بعدها أبدا يسيرون بين تلك الشعاب العزيزة عند الله بقلوب مليئة بإجلال الله لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك يحسون معناها ويتلذذون حلاوتها ويصيبون فضلها وبغيتها ثم إلى المشعر وعندها